السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يراب اليوم سنحضر معكم حلوة سهلة وسريعة بدون بيض بدون زبدة بدون زيت من اسهل وقلد الحلويات اللي عملت اللي اعجبكم فيديو دي اليوم متنسوش خليوا لايك وتبرتجوه مع اصدقائكم لتعم الفائدة نحتاج 500 جرام الفول السوداني او الكوكو انا عملت هاد الكوكو البلدي اللي كيكون بالقشرة ديالو دفت القطارات بين الزيت وندخلوا الفرن يتحمر ممكن تعملوا الكوكو بدون قشر ندخلوا الفرن يتحمر ونعود نرجع معكم هذا هو الشكل دي الكوكو بعد ما طلعتم الفرن انا غدي نطحنه بالقشرة ديالو وما كتجيش بيه مرورة نهائيا كي يجي المدى قديله زبين ممكن إلا ما فغيتوش تشخدموا بهاد الكوكو البلدي ممكن تشخدموه بالكوكو اللي كيكون بدون قشر نحساوه باكي جيم زيان نطحنه في المطحانة غدي نطحن النصف ما غديش نطحنه مزيان نخليه شوية مهرمش هذا هو الشكل اللي حصلت عليه يبقى شوية مهرمش نحساوه باكي جيم زيان نطحن الكمية اللي بقت عندي انا عملت الكوكو او الفرس سوداني ممكن تعملوا اللوز نطحن هذه الكمية بنفس الطريقة نخليها شوية مهرمشة نحتاج قفريت بالشوكولاة لوزن العلبة 145 جرم حسا هو غدي نطحنه في المطحانة ما غديش نطحنه مزيان ممكن تعملوا اي بيسكويم توفر عندكم هذا هو الشكل اللي حصلت عليه ما كانت تطحنش مزيان نضيف لها الكوكو اللي تحنت معكم من قبل نضيف القفرات اللي تحنت جوج اكياس سكر بنكهة زهرة البرتقيل ممكن تعودهم بالفانيليا ملعقة صغيرة قرفم طحونة نخلط النواشف جيدا نضيف 250 جرام من عجينة تمر او معجون تمر نضيف شوكولاتة الدهن وزن دي العلبة 350 جرام غنعملها كاملة شوكولاتة الدهن ممكن تعودوها بالمربة او العسل او نيسة الكراميل اللي متوفر عندكم او اللي بغيتو نجمع المكونات حسنا نحصل على العجينة تكون رطبة ما تكونش قصحة عجينة تمر ممكن تستغنو عليها وتعوضوها بشوكولاتة الدهن يعني تجمع المكونات كاملة بشوكولاتة الدهن لكن كتعطي قوام هائل هاد الحلوة هاد الحلوة السهلة سريعة تحضير ممكن تحضروها في اخر لحظة ما كتتاخدش منكم وقت كبير هذا هو القوام اللي حصلت عليه كيف كتشوفو عجينة رطبة في نفس الوقت كتتجمع في اليد اللي هاتشكل هذا من بعد كنشكلها على شكل كورات من بعد منشكل كمية اللي عندي كاملة نطبعها بالطابع دي المعمول أنا غنخدم بيها الطابع هذا ممكن تخدمو بأي طابع متوفر عندكم نحتاج جنجلان أو السمسم أنا صاهدته في المقلات كانت هنا يدي بماء الزهر أو ماء عادي وكان وضع الكورات في الجنجلان أو السمسم كان لبسهم مزيان على هاتشكل هذا ونطبعهم في هاتطابع أنا عملت حجم متوسط ممكن تعملوهم كبار أو صغار اللي بغيتو هاد النوع دي الحلويات كيف عودتكم دائما أنا كندخل الفرن لمدة خمس دقائق لكن هاد الحلوة دي اليوم ما غادش ندخلها للفرن لأن في هاتش شكولات ما دي شي قاسحة نستمر بنفس الطريقة نوضع هات الكورات في الجنجلان أو السمسم وكنطبعهم في الطابع دي المعمول نغطع لها جيدا وكنزولها منطابع بكل سهولة ما تلسقش ليها طريقة سهلة ممكن تطبعو الهاتش ممكن تعملوهم غير كورات تلبسوهم بالجنجلان ومن بعدك تعملو حفرة في الوسط وتعمروها بشكلات حسي هي كجيزوينة نستمر بنفس الطريقة حسي نكمل كمية اللي عندي كاملة ونعود نرجع معكم عند التزيين ومن بعدك نملك الفراغ اللي في الوسط بالشوكولات شوكولاتة الحليب اللي دوبت على حمام مائي ممكن تعملو الشوكولات السود أو الشوكولات أبيض أو الكراميل تزيين كي يبقى اختياري أنا حصلت على 55 حبة إلا ضعفت المكونات تحصلوا على 110 حبة حلوة اقتصادية بكمية كثيرة حلوة اقتصادية بكمية كثيرة هذه الحلوة أنا عملتها بالكوكو وممكن تعملوها باللوز يعني عيوض الكوكو وتعملو اللوز نستمر حتى نكمل التزيين ونعود نرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي دي الحلوة هذا هو الشكل نهائي من أسهل وقلد الحلويات اللي عملت مذاق لا يقاوم كتجي لديدة بالساف ما تشبعوش منها كيجي الشكل ديالها جميل جداً شكل راقي أنا عملت فيه قوالب وراقية ممكن تحطاف ضبايا في التلاجة لمدة طويلة ما كيوقع ليهوالو أنا مأكدة إلا جربتوها غادي تعجبكم بالساف لأنها فعلا تستحق تجربة إلا أعجبكم فيديو دياليوم ما تنسونيش من التعليق ديالكم الجميلة ما اللايكات ديالكم وتبارتاجوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله ما تنسونيش من التعليق